واحد بيقول سؤال هل هو لحم الخنزير حرام أو حلال احنا عندنا في المساحية ما فيش حاجة حرام ما حلاله الله لا تحرمه انت لكن فينا موس ربنا حب يدي صورة عن القداسة فالدهالهم عن طريق الحيوانات الحيوانات فيها صفات نقدر نتعلم منها يعني مثلا الكلب الكلب الحيوان الوحيد لما يتقيق يرجع يأكل القئ بتاعه فالانسان اللي بيخطئ ويتوب ويرجع يخطئ تاني ككلب عادة إلى قئ الخنزير تحط له حاجة نظيفة مردشة كلها يأكل الحاجات المعفنة انتنا لازم تنتن شوية لازم ينزل في مياه راكدة مش مية حلوة عشان كده ده رمز الانسان اللي بيجري وراء النجاسات ويزجري وراء الخنزير لكن كل ما يقدم في الملحمة كلوه صاحب السؤال بيقول ما معنى المقطع الذي يقول ليس كل ما يدخل جوف الإنسان ينجسه بل ما يخرج منه وانت يا بونا قلت ان الحيوانات لازم تندبح ويصف دمها قبل ما ناكلها ألا يوجد تناقض يعني انت عايز تاكل حيوان ميت متطبيعية انا مش عارف سؤالك ايه هل الدين المسيحي الدين الاسلامي الدين اليهودي بيحلل انك تاكل الحيوان من غير ما تتبحه تاكل الفرخة من غير ما تتبحها تاكل البطة من غير ما تتبحها ده حتى اسمها عندنا هنا في الصعيد اسمها ميت حرام كلمة ميت حرام يعني الميت ودمه في حرام لان النفس تعيش في الدم فعلشان كده احنا اذبح وكل وده اللي قاله ربنا لنوح ومش لينا ان احنا نذبح وناكل فهنا لما نجي نشوف تقول ان فيه تناقض لا ما فيش تناقض لان الاكل نفسه اللي بيدخل بيدخل الجوف وبيخرج للمخرج لكن اللي بيطلع من القلب من كذب وحلفان وشتيمة وشهوة ونجاسة هو ده اللي بينجس الانسان ده اللي قاله المسيح ليس ما يدخل الجوف ينجسه بل الذي يخرج منه بل الذي يخرج منه واحد بيسأل سؤال لو سمحت عشان الشغل يوم السبت هل هو ممنوع كما حرموا الرب بالانجيل ما انا شرحت ان السبت ملغاش الحد يعني بحسب المسيحية الحقيقية الصح ان يوم السبت ده ربنا اده للانسان عشان يرتاح فيه جعل السبت لاجل الانسان لا الانسان لاجل السبت السبت يعني يوم راحة الحرف يقتل مش شرط انه تاخد يوم راحة السبت ممكن اي يوم بحسب شغلك بحسب عملك اعتبره ده سبت راحة لان سبت يعني راحة فكلمة السبت يعني الراحة لو قدرت ان تكون اجاستك سبت خير وبركة لو ما قدرتش وكات اجاستك الجمعة اعتبره هو ده السبت بتاعك التلات اعتبره هو السبت بتاعك الاتنين اعتبره هو السبت بتاعك اللي هو يوم الراحة يوم الحد ما هوش يوم راحة يوم الرب اللي عمل فيه ما للرب يوم الحد ده يوم الخدمة اللي انت تخرج فيه عشان تتكلم باسم ربنا ليك خمسة ايام لشغلك وليك يوم لراحتك وليك يوم لخدمة ربنا لا اكتر ولا اقل شكرا